أيضا من السنة ومن أداب الصيام تعجيل الفطر تعجيل الفطر في بعض أحبابين يفضل جالس سمع المؤذن وأذن يقول لك لا أنا ما أفطرش إلا ما يقول حي على الفلاح لا ما فيش دليل على هذا إطلاقا أول من المؤذنون الله أكبر بشرط أن يكون قد دخل الوقت بشرط أن يكون قد دخل الوقت يعني دخل الوقت دخل الوقت ما لكش علاقة بمدفع الإفطار برضه مدفع الإفطار ما لكش علاقة به يعني قبل الإفطار بدقيقة أو بعد الإفطار لا علاقة المهم أن يكون قد دخل الوقت فإن دخل الوقت فعليك أن تعجل بالفطر فالتعجيل بالفطر سنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة يا سلام لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة يبقى من السنة أن تعجل الفطرة أن يكون على رطب طب ما فيش رطب يبقى تمر طب ما فيش تمر يبقى مية يعني رطبة أو يعني وتر كده وبرضة الوتر تلاتة والوتر خمسة والوتر تسعة وتسعين ورتبة أو تسعة وتسعين تمر يعني أسأل الله عز وجل أن يوتعنا يونهم الصحة والعفية وفريق المسكرين بقى زي حالاتي خلي بالهم من التمر أسأل الله عز وجل أن يشفينا وجميع مرضى المسلمين